لكن يعني التوضيح هو لمسؤولي اتحاد الكور اللي صربوا البيان في كل نقطة من اللي هم قالوها التوضيح الكابتن معهود خطيب ببساطة اللهم يا جماعة هو فيه نادي بيبقى ضمنه هو يكمل في البطولة انه ممكن يخرج من اول دور ايا كان مين النادي وبعدين ده مسؤولية مين تبقى للليحة واضح ان المسؤولين في اتحاد الكورة يعني بيكسلوا يقروا الليحة بيكسلوا اما بتترجم لهم غلط ماشي يا اما هم بيقرواها صح بس مش قادرين يفهموها ما هملهاش اي تفسير تاني اصلا هيكون ايه يعني الليحة بتتكلم عن نفسها ان انت البطولة هتبقى في الدولة تنظم البطولة دي يعني النهائي ده ما قالكش نادي ولا اصلا عمدار النصخ اللي فاتت اي نادي تقدم حتى السنة دي مثلا لما جيه قالك ايه النهائي هيتلعب في المغرب او سنغال ما قالكش هيتلعب في الوداد او في نادي مثلا سنغالي ما هم دول الدولتين تقدموا بطلب استضافة بيتقدموا زي عن طريق الاتحادات بتاعتهم اتحاد المغربي والتحاد السنغالي رغم ان انا بشركوا في موضوع اتحاد السنغالي داعي في كل احوال لكن ماشي فانتو بقى كالتحاد كورة انتو ما عندكمش وعي باللوايح وبتتكلموا للأسف الشديد وخلاص من غير اي يعني اسانيد حقيقية ومن غير اي دراسة كافية لللوايح فدي مشكلتكم لازم تحلوها انا لو ما كانت تحاد الكورة هطلع هتزرر اقول لي يا جماعة انا اسف لكن مش هكابر بالمنظر ده ده انت بتكابر ومشك انت ما بتكابر بتبين اكتر انك غلطان بتبين اكتر انك معلش يعني بتقول اي كلام بصراح انا بحاول انتقي الفاظي والله العظيم فالافضل الانتحاد الكورة ما يتكلمش ويطلع يعتزر والاعتزر مش كافي بصراح في كل الاحوال انت لما هتعتزر ده انا كنادي اهلي حامل بالاعتزر النادي منتظر تحقيقات الوزار اللي اتعاملت من خلال لجنة شكلت وراحت لالتحاد المصري الكورة القدم وكانت ردود المدير التنفيذي غريبة جدا 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 يعني فدي الجزئية من ضمن الجزئيات المهمة